هل انتشار فيروس كورونا بنحدار سؤال لا يمكن التحقق تماما منه؟ لكن كثير من الدول بدأت بالفعل رفع إجراءات العزل عن سكان العديد من دول العالم بسرعات متفاوتة ورغم أن أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة تواصل الولايات الأمريكية رفع إجراءات الحجر بالتزامن مع سماح وكالة الغذاء والدواء بشكل عاجل باستخدام عقار تجريبي يمكن على حد قولها أن يساعد في شفاء المرضى وفي مؤشر إلى الأهمية التي توليها السلطات الأمريكية لتطوير هذا العلاج أعلن الرئيس الأمريكي بنفسه وضع الدواء في الاستخدام وسيسمح للمستشفات الأمريكية بوصفه للمرضى في حالة خطيرة مثل الذين يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعية العديد من الدول الأوروبية من جانبها بدأت بتلك الخطوات بشكل متفاوت حتى يتأكد تدريجيا انحسار الوباء لكن الرغبة في تجنب موجة جديدة من الإصابات تدفع الحكومات إلى رفع إجراءات الحجر بشكل حذير وببط لكن ماذا عن الصين الدولة التي كانت منها الإشارة الأولى بالإعلان عن تفشي الوباء بدأت السلطات بالفعل رفع القيود الشاملة التي أبقى 800 مليون شخص في منازلهم لكنها أبقت عمليات مكثفة للكشف على الحمى وغيرها من عمليات المراقبة بالمقابل لا تزال مؤشرات الإعلان عن إصابات جديدة في العديد من البلدان من بينها روسيا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى البرازيل التي تدافع السلطات الحكومية فيها بشدة عن استئناف النشاط الاقتصادي لكن القادمة يبدو أسوأ حيث تجاوز عدد الإصابات في البرازيل بعد الدفاع رئيسي عن قراره 5900 حالة بعد أن كان 5000 زيادات تضع حكومات العالم في تحدي يبدو أنها لا تطيقه بين الحفاظ على مؤشر عدد الإصابات المنخفض خوفا من انهيار القطاع الصحي وبين كلفة إجراءات مكافحة الوباء الكارثية على اقتصادات تلك الدول وتأثر قطاعات النشاط الاقتصادي المهمة فيها كالسياحة والطيران بالحظر وكذلك للسكان الأضعف فبحسب منظمات العمل الدولية إن مليارا وستمائة مليون شخص قد يفقدون وسائل عيشهم بسبب هذه الأزمة وعدم وجود علاج ناجح لهذا الوباء حتى الآن ترجمة نانسي قنقر